تشعرنا بالغيرة من طارق من حميرة وتتخذ إجراءات للانتقام منه ما هو التطور الذي يصدم طارق الذي يرى جنورنا واحدة رجال طارق يتسكعون حول فيسل ويحاولون الحصول على معلومات عن الملاك يريد طارق معرفة منزل فيسل والوصول إلى ملك من ناحية أخرى طرت بنا لقاء مع حميرة بينما يعتقد أن حميرا لديها علاقة سيئة مع ترديسمبر تفاجئه حالة حميرة السرة هذا الوضع يجعله غاضبا للغاية وغيور بعد ذلك تضعرنا خطة مع جن لمعرفة ما إذا كان طارق يحبها حقا الخطة التي تفكر فيها نامعج تنجح ويأتي طارق إلى لعبة ما نوع العرض الذي سيواجهه طارق عندما يأتي إلى المكان الذي توجد فيهرنا وسيم يفتح الفصل بين كيرم وسفريا بسبب التوهج يقرر طارق استخدام فيسل التعقب ملك ويل فيسيل الذي يرى رجال طارق أمامه أخبرهم أين الملات يجبر كيرم على الكذب عليها بأنه عاشق برلا من أجل إنقاذ برلا من إرما إرلر برلا معجب جدا بهذه الكلمات من كيرم الذي تصرف ببطولة غير مدركة لكل هذا تحافظ سفريا على وعدها لإليف وتشمر عن سواعدها لقضاء ليلة فيلم معا كيرم الذي ترك جانب برلا وجاء إلى القصر يشعر بالتوتر من سفريا بسبب برلا لكن هذا التوتر يستمر لفترة قصيرة بفضل أليف من ناحية أخرى تمكن رجال طارق الذين يسعون وراء ملك من الوصول إلى فيسل الرجال الذين أعطوا طارق معلومات عن فيسل أفيرا يأخذون نفسا بجوار فيسل ماذا سيفعل فيسل عندما يرى فجأة هؤلاء الرجال الخطرين الذين لم يعرفهم أمامه من قبل تتخذ برلا إجراءات لمنع كير وسفررية من قضاء الوقت معا ماذا ستفعل سفريا بخيبة أمل عندما يمسك كيرم وعده يذهب ألف وليمان إلى حفلة عيد ميلاد بيرل ألف الذي يتساءل من هو الشخص الذي تحبها شفق يأخذ الجميع لمشاهدته للاشتباه في تصرفات جوليد وشفق يحاول أليف الحصول على كلمات من جوليد يعرض كريم الذي استأنف مهمه قضاء بعض الوقت مع سفريا في المساء لإعطاء أليف معنويات عندما تتعلم برلا عن هذا تذهب إلى الحجز وتضع خطتها موضع التنفيذ برلا التي تقول إن شخصا يدعى كجلر يزعجها أخبرت كيرم أنها ستلتقي بكجلر في المساء برلا التي تطلب من كيرم أن تأتي معها وتتظاهر بأنها عشيقها تصل إلى هدفها ويل سفريا الذي يعتقد أن كيرم قد نسي وعده معرفة الحقيقة قرر كيرم الذي أعجب جدا بما قاله له أليف أن يتولى مشروعه مرة أخرى من ناحية أخرى يمر الليمان بالحركة للعثور على المرأة التي يحبها شفق هل سيتمكن الليمان من فك شفرة ما حدث بين الفجر واليوليد؟ تخبر أليف كيرم وأسفريريا بكل شيء عن والدتها كلمات أليف التي قالت إنها تريد أن تكون الوجه الإعلاني لمشروع الأحذية كثيرا للعثور على والدتها تهز بشدة كيرم وأسفريريا ثم يقرر كيرم التمسك بوظيفته بكل الأيدي مرة أخرى حتى لا يخيب أليف من ناحية أخرى قرر تيرفليو أفيسيل أن يحظي بعيد ميلاد مفاجئ لإنشي عندما واجه فيسل ليمن وأليف أجبر على دعوتهما إلى الحفلة أيضا على الرغم من أن ليمن لا يريد ذهاب في البداية إلا أن أليف يقنعه في الحفلة بأن شفق في حالة حب قائلا إنه يمكنهم العثور على المرأة ويلو ليمان ندرك أن شفقه في حالة حب مع جوليدي تحاول أليف بكل طريقة للعثور على والدتها أخيرا قررت أليف غير القادرة على تحمل ثقل ما مرت به أن تخبر أسرارها لسفريريا وكاريم على الرغم من كل لعاب بارلا فإن سفريا وكاريم الذين تمكنوا من البقاء بمفردهم لديهم لحظات رومانسية يقضي سفريا وكاريم الذان يرغبان في تخفيف ضغوط الأحداث الأخيرة في الشركة وقتا ممتعا معا إذا علمت بارلا بهذا الأمر فإنها تدخل في انهيار عصبي من ناحية أخرى واجهت أليف التي هربت من القصر لتجد والدتها التي تعتقد أنها على قيد الحياة مفاجأة كبيرة جدا لكن أليف الذي يستمر فرحه لفترة قصيرة يشعر بخيبة أمل بعد هذا الحادث أليف الذي يريد أن يقول كيم سورميا عن الأحداث التي شهدت حتى الآن وقالت أنها سوف تكون قادرة على تصر بمحتويات تهرب أليف من المنزل لتجد والدتها وتمشي شارعا بشارع أليف التي تعلق صورتها في كل مكان لتظهر لوالدتها أنها على قيد الحياة تواجه مفاجأة كبيرة عندما لم تتوقعها أبدا عندما تكتشف بارلا أن كيرم وسفررية يتناولان الإفطار بمفردهما تصاب بالجنون من الغضب بارلا الذي يريد لانفصال بينهما يأتي بخطة خادعة من ناحية أخرى يحاول ماسيد بكل طريقة للعثور على الملات من ناحية أخرى يذهب إنجر إلى القصر للتنظيف غير مدرك أن أبنته أيضا تحت سقف واحد من ناحية أخرى تهرب أليف من القصر لتجد والدتها وتتجول في شارع تلو الآخر يواجه فيا للدان مشكلة في العثور عليه قبل أن يلاحظ الناس في القصر غياب أليف بينما تضحث أليف عن والدتها واجهت مفاجأة لم تتوقعها أبدا ما هو الحادث الذي صدم أليف؟ بريشوس منزعج من أن إنجيل قد فاز بحب الجميع وألقى به افتراء كبير كنه يضع خطة أخرى لتأمين أعمال الأصول ما هي المفاجأة السيئة في انتظار الملاك؟ يزداد التوتر بيننا وهميرا يوما بعد يوم ديسمبر هنا ليست راضية عن القرارات التي اتخذتها حميرا يذهب ويسأل عن حساب من حميرة عندها تضعرنا خطة تزعج حميرة تنهار حميرا في وجه ما تراه من ناحية أخرى فإن الانحطاط غير مريح للغاية للصداقة بين مليك وماهر عندما تتم إضافة ثقة ماسيد الأبدية في ملك يصبح بريشوس أكثر وعيا بمليك ويتخذ إجراءات لإلحاق الضرر بثقة ماسيد يلقي بريشوس افتراء على الملاك الذي يساعد في أعمال الكي في القصر على الرغم من أن ماسيد لا يؤمن تماما بهذا الافتراء الذي تم القاؤه على الملاك إلا أن القيمة تمكنت من إرباك كل شيء انتهى فيديو معلومات سلسلة أليف لدينا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات اشتركوا في القناة